الأمهات دي بقى نتعامل معها إزاي؟ يعني لو أنا قعدة كده وجات لي مكالمة من اللي كانت مثلا أنها تبقى حمايتي في يوم الأيام لو أنا بحط نفسي مكان كل واحدة في قصة حقيق لو دي قصتي أنا فلاقيت فجأة طنت ريكت هتبقى حمايتي دي فبالكلمة تقولي ترد دي دي أغدي واحد بيشرب مخدرات؟ المفروض بقى رد عليها إزاي؟ آه، الأم دي طبعا عندها مشاكل يعني ما فيش حاجة اسمها أنت شبه واحد بيشرب مخدرات ينفع بيترد عليهم إزاي؟ عشان أبقى صح عشان أنا لما حد يقول لي عيب لما تردي على طنتك كده أبقى أنا عملت مع طنتي الواجب وزيادة ما حدش يعطيبني يا جماعة أنا حر لازم أقول لها شايفاني مدمنة شايفاني بدور على المخدرات شايفاء لازم أرد عليها رد طب ولو أنا رديت وقلت لها ده مرض بتاع ربنا يعملوا إيه هموا شايفين بنتهم كده؟ يعني هم عمين يقولها أنزلي وقابلي صح هم يتكلم صح أنت متأكد؟ ما هو ده بقى للسؤال بقى هم يتكلموا صح أنها لازم تكمل وتمارسها حياتك طب ما تتضيع وقت ووجع يعني تروح تموت؟ لا تركز في شغلها لحد ما يبقى يجي الوقت ليه لازم أنزل شوف عريسي آخر؟ لا لا يعني هو مش فكرة أنها لازم تنزل شوف عريس هي لازم تتعامل مع الناس ولو حد أقرب منها تقرب أنا رأيي هي ما ينفعش تتجوز جواز صلنات هي لازم تتجوز جواز عن حب حد يحبها فعلا حد يحبها فعلا فيشتريها يشتريها بمرضها ويشتريها بظروفها ويشتريها بكل حاجة تمام؟ ويقف جنبها لأخر لحظة لكن جواز الصلنات دايماً زي ما أنتش قلت كده أنه بيختار بعقله فهو داخل يختار بعقله فهو بيشوف المزايا في مقابل العيوب فإلى أن عندها عيب أن عندها مرض يقول لك لأ لا مش تنفع توقف المطبخ مش هنفع تربي العيال مش هنفع مش عارف إيه يعني أنا هتجوز ولا والستة أصلاً بتتجوز غير إيه طب تتجوز واحدة إيه في فلبنية بتعود تطبخ وتمسح وتكنس وهجواز إيه لكده وتشيل العيال طبعا ما معروفة ما تجواز كده هو ده الجواز فعشان كده ما يقولك عشان كده هنفعش تجوز تجوز صلنات ده اللي هو داخلي ناقي هو مش داخلي محل والله ولا صلونات ولا غير الستة مش ملزمة لو لو راجل مش مجبر والستة مش ملزمة لو هي تجوزت واحد بيحبها تمام وقابلت حد يشتريها هيشتريها بكل المشاكل اللي عندها طب لما الواحد دي لقيت طاقته كلها خلصت كده والصبر خلاص خلص احنا بنشحن ازاي انا بس مع دائما مصطلح اشحن طاقتك ايوة ازاي بييجي ازاي ده بنشحن ازاي هو فيه طرق كتير هالحكاية تشحن الطاقة دي انا مش هاخد اجازة وعدلهم في البيت اخد اجازة واسافر بيتخانقوا انهم ما مسافروش معايا برضو قول غيرها يلا مشارعنا بشيلي الاجازة متقفلة كل الاجتراحات ايوة احنا محتاجين نشحن يعني نفصل تمام فالفاصل ده ممكن يبقى في صورة اجازة ممكن يبقى في صورة سفر ممكن يبقى في صورة قعدة مع اصحابي ممكن يبقى في صورة ان انا ابعد بس عن البيت وظروف البيت اللي ضغطاني او الشغل اللي ضغطني هو ده ان انا شحن طاقة انه الطاقة بتخلص بسبب الضغوط فيه ناس بتشحن بانه تروح تزور دور ايتام او تزور مرضى او كده ده بيبقى شحن يعني هو شحن مش مش شحن زي ما احنا عايزين لسه بيبقى غلط هو ممكن يأثر سربة نصله يعني انا لا لو حد هو بيحب يعني شحنه في العطاء اه بالزبط كده في حد كده في حد يشوف بلوت غيره وتفون عليه بلوته اه مرضى الحروق يشوف مرضى السرطان فيتأثر زيادة ويكتائب زيادة ما يوخدوهم شو معاي على فكرة مش عارف احداث غزة اللي فاتت كانت نسبة الاكتئاب عالية جدا في بداية الاحداث جالي كمية مرضى عندهم اكتئاب بسبب متابعة احداث غزة وبتفرجوا على المناظر بتاعت القنابل والناس محروفة دي حقيقة والاطفال والطبع نسبة اكتئاب رهيبة كلهم جاي نشتقوا بنفس الحكاية والاكتئاب بعد كده بيقل الواحد بطلوا يتابعوا يعني مع الوقت بطلوا يتابعوا ولا بتعتاد زي ما هي مثلا خلاص انت بتبعيش في حاجة اعتادتها هو ده بالزبط هم بطلوا يتابعوا لكن الاول وهم متابعين وفاتحين 24 ساعة اللي بيحصل في غزة كمية مكتئبين رهيبة والناس بتعيط وناس اللي عندهم حتى بايبولر ديس أوردر منهم دخل في مانيا من المتابعة ومنهم دخل في دي بريشة طبعا بسبب المتابعة دي عشان كده ساعات كتيرة لو الشخص سنستيف جدا وحساس نقول له لا ما اتابعش الحاجات دي مش لازم تروح درقائي تام مش لازم تروح تزور مش عارف ايه انت مش ناقص لان انت شخص حساس في ناس تانية لا قوية فتشوف بالوت غيرها تقول زيك كده انا بحب اروه الحمد لله ده ما نعم يا رب انا بحب اروه واللي بيقع مني مورداش اخده من جيش عشان انت قوية ده محتاج اللي بحتاج يعمل كده ده الناس القوية اللي هي تعمل ده فده يشحنها لكن الناس الضعيفة وما ينفعش تعمل ده هتتعب زيادة هتتعب اكتر